من مستقرات إلى إيجابية وكالة التصنيف الأمريكية ساندر أندبورس تبقي على التصنيف الاجتماع السيادي للمغرب عند بيبي بليوس الوكالة الأمريكية ووضحت أن هذه النظر الإيجابية تعكس التوقعات بأن المغرب سيبني على إنجازته الأخيرة في تنفيذ الإصلاحات السوسي اقتصادية والمالية الأمر الذي يمهد الطريقة لنموين أقوى وأكثر شمولا وخفض العجز في الميزانية وأشارت الوكالة إلى أن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة في مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوة الخمس الماضية وحافظ على قدرته على تعبئة التمويل المحلي والخارجي وأضافت الوكالة أن التغيير الحالي وإن كان تدريجيا في البنية الاقتصادية الأساسية للمغرب سيعود بالنفع على فاق النمو والسقر الاقتصادي والمصاري المالية وتتوقع وكالة التصنيف الأمريكية أن يصل نمو ناتج المحلي الإجمالي المغرب إلى 3.4% في العام 2024 مقابل 3.1% في العام 2023 مدعوما بالأداء القوي في قطاعات السياحة والسيارة والطيران قبل أن يقفز إلى 3.7% في الفترة ما بين 2025-2027 وأكدت الوكالة في سياق متصل أن اقتصاد المملكة سيستفيد تدريجيا من تطوير المشاريع واسعة النطاق لا سيما تنظيم كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030 وتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية وتوسيع القدرة التصديرية كما توقعت وكالة التصنف الاجتماعية أن تتقلص نسبة عجز الميزانية من النتج المحلي الإجمالي إلى 3% بحلول العام 2027 وأضافت الوكالة أن تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وبرامج الدعم الاجتماعية سيحد من الخفاض الحاد في عجز الميزانية على المدى القصيرة لكنه سيدعم ضبط أوضاع المالية العامة على المدين المتوسط والطويلة وفي مجال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة توقعت الوكالة ارتفاعا تدريجيا وذلك بموازات مع الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي تعزز جاذبية المغرب بالنسبة للمستثمرين